اشتركوا في القناة ها اجي ابوكني اولاد افتحوله الباب وانا رح حط الاكل بو يفتح الباب عم بحكي محالي انا جاي جاي مرحبا انا اجيت اوه لحقت العشاء كمان اوه اين جاي حبيبتي انا ضيف عندكن اخواتي بعد هلأ انا رح عيش معكن عفوا ما فهمت شو عم ما يصير شو هدول الشناتي كمان وجاي فجأة شو عم تحاول تعمل هاي مسحة عم يمزح معنا ويحاول يسلينا كمان لا لا انتي عن جد بدك تعيش معنا؟ يعني هون ببيتنا؟ فرحتو اكيد اكيد فرحتو مو هيك لا اكيد هاد كابوس هلأ رح تفيقني امي وتقلي تعالي على اكل اكيد هاد كابوس ما؟ يا حبيبي يلا خود شانتايتك هاي وروح يلا طلع لك لاتنين فيهم زيت يلا يلا طلع خود شانتايتك يلا وطلع مشي من هون يلا ها تفضلوا هاي فاعل الخير اجا بابا شو عم بيقول هاد؟ بابا عندك خبر انه هاد الابن المرضي بدو يعيش بيناتنا؟ لا تحكو كليا تكون سوا انجي هاد الاسداز ضب غراضو ويجى لهون وبدو يبقى عنا كمان تفضل بقى اي منيح ضبطو له تاخد خلي نام بغرفة كمالو ما بدي اسمع صوات بدي فوت نام بابا عن جد انت مو طبيعي بابا عن جد عم بتقول ان ضبط له تاخد سكتو كلكون ولا حرف زلمة معوحة كأنه على غرفة كمال كتير مزوئ هو ما فهم منحل الموضوع اكيد فيه شي بس ننتظر ومنشوف شو صار؟ عملت اللي قلت اللي يا بالتفصيل حدا عمي راق بك؟ لا ما كان في حدا ومش الحال راح يعطينا المصاري؟ أول شي اعترض بس بعدين خاف مني كتير مجبور يعطينا إن شاء الله راح نحل هالموضوع بدون ما حدا ينتبهه وبعدين انت بطريقك وأنا بطريقك طلع فيني هدول يلي قوصوا عليك إذا راقبوني أو صار أي شي راح قلن اسمك بنفس الدقيقة مش هنكون معك خبر من هلا إن ما بيعرفوكي أنا ما خبرت حدا إنو عندي بنت من مرتي ما بيصير عليك شي راح ناخد المصاري ونختفي بدقيقة وحدك غير هيك أنا الضبط مكان بقلانيها إذا بدك بتجي انتي كمان راح أزرع حديتي والتفت لراحتي هنيك وما بيكون عندي مصاريف أنا تعبدت من هاي الأمور بنت مرتي ما بعرف شو الأمور اللي عم تعملها بس المهم خليك بعيد عني لو ماني بحاجة المصاري ما كنت اتورطت بشغلك الوسخ بس مجبورة شو أعمل؟ راح تستنى هالمصاري كتير يا وزخ مصطفى شو بك؟ شوف أكيد ساير معك شي ما في شي يا إنجي ما في شي بس الحياة صارت تقيلة علي وما عد قادران أتحمل شي أبداً يمكن ما بعرف كبرت لهي الدرجة أنا راح نام أنا ما عم أحكي بشكل عام عم قول مشان جيد هذا الصبي شو بدي قول إنجي شو بدي قول؟ ابن مصطفى له مكان فوق راسنا شو فين يقول؟ طبعاً يا روحي ما بقي غير فوق راسنا مصطفى اللولاد ما بدون يهم بالبيت أساساً هننا معاصبي منا بقيانين مؤقتاً لا إشي حل بترجاك هيك ما بصير ليك ما عد مرتاحين يلي براه متل الأعداء هنين يجي أبو لهذا الشاب مات وحيد بالسجن وهو بيعز شبابه ما مسك بإيد اللي بيحبون وما شم ريحة ابنه وما قدر يودع الحياة جنب اللي بيحبون وخلى المرأة اللي بيحبها تكرهه كمان فهمتي راح بدون ما يترك براه لا قبر ولا أي ذكرى ليش؟ من شاني أنا معقول أنا هلأ بدي دير وشي لابنه لمصطفى معقول هذا الحكي عن جد يا إنجي إذا طلب مني هذا الصبي إن يكون أبوه أكيد رح يكون هذا دين على رقبتي لآخر يوم بحياتي يا إنجي معاك حق مصطفى بس رح تصير حرب عالمية ثالثة بالبيت إنجي خليها تصير ما في مشكلة آه يلا مين الشاطر يلي بدو يورجيني غرفتي؟ أنا رح ورجيك ياها أنا تعال لإلك لو ورجيك ورسفة تعال تمال شو مش كنتك معنا أنت غاض بكافي بقى بعد ساحرة تركيني تعال 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 علمك هركتان تانيين يمكن يلزموك وتستخدمون بكافي خلصنا بكافي خلصنا شو بقعون خلص واقفوا بس بدي أفهم أنت شو وضعك شو صار يعني هلأ شو كسبت إنك إجيت لهون أه؟ هذا اختبار يا سحر عم اختبركن إذا عجبني الموضوع رح حصير جزء من هالعيلة وإذا ما عجبني أساسا ما في عندنا غير هالخيار يلا كسبوني هاد امتحان طلع فيني أنا برسب بهذا الامتحان وبقل لك كمان فهمت تمام؟ لا بخلص كمان بكافي بكافي أخي أخي هاي الشغلات ما بتنحل بهي الطريقة ما بيصير عن يقول بده يختبرنا لك هذا واحد مريض لفسي خلصنا بقى أنا عم حاول أعطي أبي فرصتان يمان كن شايفين هذا الشي ليش ما عم تفهموه؟ لا بحاول الله بكافي بقى خلاص روح من هون بكافي كمال بكافي خلاص كمال خلاص اهدو شوي ابني انت ضيف عنا هي الليلة وانت رجع لورا شيرين وانت فرجي غرفة كمال وكمال بينام هون وبكرا منشوف شو بصير هم تقول بينام هون؟ كمان أنا بدي ينام هوني ثانية بس في شي أهم من النومي إنجي انت كتير مزوقة بس مع الأسف أنا ما اجيت أبداً ضيف لهون هاد بيكون بيت أبي سمعت شو قال إنجي خانم؟ هو ما نو ضيف هذا بيت أبوه ابني؟ وانت لا تفوت بدون إذن على بيت إلو حرمتو ما علموك إنو ما بصير تتصرف هيك بالبيت يلي بتفوت عليه؟ في كبار واقفين قدامك شو انت اجيت حتى تقلق راحتنا يا روحي؟ أنا عم حاول اتعرف على أبي بس يا الله لا تمتحني بهالطريقة يا ربي شيرين أنا شو قلتلك بنتي؟ ليش لساتك قاعدة قدامي؟ يلا يلا شيرين يلا يلا أعطي غرفة أخوكي كمال يلا روحي أنا بنام على الكنباية وهون بل ما أزعج حدا مو هيك بدك أمي هاد البدك يا كمال ليك بقي هالآت حتى يخلو الصبري هلا لا تخلوني يجين بدكن يعني يموت بكفي بقى يعني بكفي يا خلص تمام إمي خلص وأنت أهدى لو سمحت ما حدا رح يروح على أي مكان وما حدا رح يموت تمام شيرين أمي عملي متل ما قالت لك إمك يلا وأنت كمال سكرت إمك خلص بقى بيكفيها خلصنا طيب تفضل ها كان بيك من هون وحطي له شرشة في نضيف كمان وعطوه شحاطة تفضل واقفش لاحق قبل ما تفوت ليش عم تطلعوا؟ شوفيني أعمل قولولي؟ والله رح جين على إيديكم بالآخر يا خلصنا بقى يا ربي دخي لك أنا شكرا يبدأ ابتاب لا تعب سويج هيك هيك لكن بصراحة أنا كتير مبسوط لأني موجود هون الحلو أنه بنفس البيت يعني فينا نشتغل مع بعضه براحتنا وشو بدنا نشتغل هلأ؟ أنت معناك بحاجة قليلة تشتغل بالتمثيل تشتغل لحالك خدعتنا كلنا وفكرناك مظلوم بس أختي هيك ما بيصير شو وضع هاي الخزانة ها؟ هيك ما بيصير يا أختي لازم نفضي هاي الخزانة أنا معيش أنت عيتين كبار وما بيسعوا هون شو رأيك؟ شو الحل مع هاي الخزانة؟ يعني والبيت صغير شوي أساساً غريبة والله ما قدروا مصطفقوا وزقون أنه يشتري بيت كبير لكم؟ مساحة البيت 150 متر شكلك متخيله أنه صغير كانوا أسعنا كلنا قبل ما تجي حضرتك هلا بيجوز إنه أنتوا رح تملوا مني شوي بس بتتعودوا أكيد بالنهاية نحنا أخوة يعني فيكي تطالعي واحد من إخواتك من هون؟ أكيد ما فيكي وما بتقدري تطالعيني مشان هيك تقبلي الموضوع يلا شيرين إليك ساعة معرفانة غيري هالشرشف أنا نعست كتير أنا لازم نام 8 ساعات باليوم وأنا تعبت لو بتساعدني شوي كنا خلصنا بس لا تاركني أشتغل لحالي أنا ما بقدر أعمل هاي الشغلات يلا شيرين إليلي كيف تتنعمل بس نافشيني ما عم صدق ولو شيرين شوفي لكي شيرين إختي ردي علي شوي بس لازم تنطفي الغرفة كلها بكرة هيك ما بيصير هاد البيت كتير سيء ماما أنا وصلت الإشارة كتير سيئة هون رح نكون بكرة بالتصوير صار اتخذ جاهز بتصل فيك لما أرجع عالفندوق يلا تصبحي على خير يا أحلى ماما عاطي أخوكي بوسي لشوف كتير طيبة الماكرونة والله وخلصت مننا بالماكرونة بدون ما نحس والله الله يسامحك يا بنت خالدي ايه الله يسامحني ليك رح جب لك الحلو لهون وبعد شوي رح تندم على هذا الحكي كتير عفكرة يعني أصدك الحلو هالشغلات يعني أنا رح أكل كل هاد لحالي بس عن جد كتير طيبين لا يكون الشيف بعتهم يا بنت لا يا روحي أنا اللي حضرتهم لأنه الشيف كان عنده أشغال كبيرة اليوم بده يطبخ الأكل بالبنك تبع توبة فرح اليوم على المقابلة هاي توبة نفسها؟ ايه نفسها ليش حكيتي يا هيكو كأنك عم تلمح علي في شي لازم أعرفه؟ يعني توبة عم تغازل الشيف تبع بانه أخي أصدك كمال أخوة لسحر ايوة هيك بالضبط ايه كتير غريب الموضوع مو هيك إنه وقعت توبة بالحب فجأة ما؟ شو عم تغبصها البنت كمان هالمرة؟ هدفها مو كتير واضح مو؟ بجوز برأيها تخلي سحر اضغار وسحر رح تعرف وتعصب وتيجي تقلك يعني عصفورين بحجر واحد بده تزعجكم بس هيك يلي رح يتضرر هالمرة هو كمال أنا قلت له اليوم الصبح أنه توبة بتكون حبيبتك القديمة أول شي تفاجأ بس حاول ما يبين لي هذا الشي رح يزعلي كتير لما يعرف وجه توبة الحقيقة بس اللي خلص صار صار معد فينا نغير شي على كل حال أنا أيما جي بالحلو بانو بتحب كمال؟ هيك كأنه والله رح ارتكب جريمة آهان هاي البنت شو عم تحاول تعمل؟ هي مانر فيه اتبانو كمان أخي؟ أخي بانو عايشة هالشي بينه وبين حاله وما خبرت حدا وهلأ صاروا شركاء فالجوهم كهرب شوي ورح ينعكس هالشي على شغلهم ورح يصير الوضع أسوأ بكتير بس سحر ممكن تقتلى لتوبة بس طبعا بتقتلني إلي بالأول أساساً عنا علاقة مليانة مخاطر ومن وين طلعت لي هالشغل هلأ؟ ما بعرف عم تتودد لأخوها وجابت له شغل البنجو هالشي كله؟ شي بيعرفني أخي؟ بدي أقول إنه حبته بس مو قادران صدق هالشي أبداً البنت إلها سنين بتحبك أوه مبينين كتير طيبين أكيد الشيف تبعيك عملون لا تخدعينها هاتي عطيني خلص حزرت هالمجو عطيني صحنك بكفي تأكل بقى عفكرة الصبح حضرتون ها؟ يسلم إديكي حطيناها بالمينو فوراً وبتعرفوا شو سماها سماها ابتسامة بيحب يسمي الأكل بأسماء هيك حلوة وغريبة كتير ما بعرف شو هالطبيعة المهم هلأ يا روحي ايه؟ يعني بالنهاية عرفت مين بتكون هاي البنت اللي تبخرت؟ ايه عرفتها شو آخر الأخبار؟ عندي فضول كتير أعرف نهاية الفيلم آخر الأخبار شو هي؟ وأنا كمعاً ما بعرف عم تعب رأسي بالتفكير بس من هلأ ورايح ما بقى بعرف شي اليوم صارت شغلات غريبة عجيبة ليكي سحر أنا بستسلم ما رح أسألك عن الماضي مرة تانية ما رح أمسك لك إيدك ما رح بوسك مرة تانية بس خلينا نمشي مع بعضنا أحياناً ما بدي إياكي تبعدي عني ولا لحظة سحر أنا عن جد اشتقت إلينا كتير لشو مفكر أنا ما اشتقت كمان مفكر مو مشتاة أمسك إيدك وعانقك وضمك آه لك واضح أنه في موضوع كتير كبير بيمنع هالبنت أنه تكون معك هالشي أكيد بس شو هو؟ شو هو؟ برأيي هالشي مرتبط بروحتها وهربها بهذاك الوقت يعني القصة لهلأ غامضة آه بس خايفة تكون هالبنت متزوجة لا مو لها الدرجة لا لا مو متزوجة وما رح أترك حالي للحظ هاي المرة رحت وشفتها الشي بذات نفسي ما أنا متزوجة بس فيه شي صاير أكيد ولما أعرف شو هو متأكد أنه ما رح يعجبني وما بعرف شو ممكن أتصرف بس برأيي هي كمان بعدها بتحبك كتير يعني عطيها شوية وقت وترك الموضوع للوقت لا تجبر البنت وتسأله شو صار وشو السبب ما عندي خيار تاني أساساً هالبنت كتير حلوة والله بس بظن أنه ما حبتني كتير والله هي ساحرة شوي يعني ما رح تقدري تاخدي كمال بسهولة لك كمال؟ لك مو كمال لك بعد عم تقول كمال لك لا تضرني تمام بس دقيقة ما في حدا غريب هون أنا وبكل صراحة خبرتك بكل شي بيخصني يابانو وبالحقيقة أنا عم أحكي لك كل أسراري ايه يعني هذا سر مو مناسب أبداً شوية اللي مو مناسب يا روحي؟ أنا ماني شايف شي مانو مناسب بالموضوع أبداً يعني أنت بنت حلوة وصغيرة إذا كمال مانو شايف هالشي فهو الخسران؟ صح؟ ياه أنا انفضحت رسمياً يا ربي رح أقدلك أهان ولا لازم أقدلك تمام يا روحي تمام سكرنا الموضوع خلاص خلاص سكرنا تمام سكرنا سكرنا بالمناسبة بدك تيجي معي على سبانجا يوم السبت عندك خبر؟ هم؟ بنت خالتك رح تعمل أكل وانت رح تيجي كمان خبرتك بهالشي ما خبرتني أنا شو دخلني بالأكل تبع أرايبينك أخي؟ وإمي رح تكون هنيك لو سمحت لا تتركني لحالي هنيك بيناتهم غير هيك المكان هنيك حلو مزرعة هوا نضيف وريف هادي وهالشغلات انت كنت تتحب هاي القصص أهان؟ بده نهاجروا على استراليا رح يسافروا كم يوم مشان هيك عم تعمل الستسي ماي حفلة وداع يا ربي شو بدهم يعملوا باستراليا؟ كتير بعيدة ملاقوا غيرها؟ ليش عم بتقول هيك استراليا حلوة كتير الطبيعة تبعها وهالشغلات؟ ايه تمام روحي لكان لك يا ربي دخيلك الواحد ما بيعرف كيف بده يحكي معاك خلص انت روحي مع كمان عن جد ما عد لازم يحكي معاك ولا كلمة؟ ايه ايه روحي لكان ايه بروح شو ناقصني يعني؟ ايه ليك مرافعتي بتخلص بعد الساعة اربعة ماشي؟ كون قدام الباب وخدني ومنروح فوران اربعة السحر هلأ لنقول انا كنت هنيك عالساعة اربعة ورحنا مشينا لهنيك بالوقتي اللي بيكون في زعمك يعني حطي ساعتين وبدنا نروح مهنيك لسه للجبل لفوق وبدنا نلاقي العنوان بيكون صار وقتها ليل منقدر نروح لعندهم بالليل بيصير شغلنا صعب كتير انتي اهدي هلأ ها؟ خلينا نحل هذا الموضوع بدون مشاكل صبري اختي صبري صبرتي كلها الوقات بقي شوي يا ربي خليني لقيها المالرب وسيدك ما عاد فيني اتحمل ما عاد فيني والله ما عاد فيني يا روحي وين بدك تتركيني وتروحي انا ما فيني اتركيك تروحي على اخر الدنيا والله ما بتركيك ما فيني اتركيك شو عم مصير هون مريام؟ ليش عم تزعلي البنت؟ تعالي يا روحي واعك تتحركي لمكان جاي انا لا ما عم تبكي يا روحي تعالي لنروح لغرفتك يلا حبيبتي يلا يلا يا عمري تمام يا روحي تعالي تمام خلاص لبقى تبكي سحر بس اذا عملت هيك كمان ما بيصير ليكي انتي لازم تكوني قوية لازم تكوني جاهزة لكلشي بالنهاية هي الطفلة ما لا عايشة لحاله مشان هيك انتي لازم تكوني قوية وهادية لازم تروحي تمام تمام خلاص انا هادية بنتي انتي ليش هيك دايما بتطلعي فجأة انتو رميت وكتلت المشاكل هداك على راسي وجيتو لهون شو عم يعمل ليكي خبريلا ياخد رحتو بغرفتي بكرا الصبح رح اكمش وغراضه وزدتو له يوهن من الشباك لتحت عالشارع يا الله دخيلك ايجى لهون كمان ايجى لهون كمان اوه الكوزجون شو هاللطافة معناها هاد المكان السري لاجتماع ولادك وزجون مو هيك شو هالمكان الحلو هاد مكاننا السري والخاص يعني انتي ما فيك تفوت بعدلي لقلك بدي احكي معكم بشي احكي على الواقف يا الله ابني رح جننا انا منه رح جننا شو باك انت ليش ما عم تفهم علي ليش اهدى ليك هاكان عم احكي معك بش صفتي مساعدتك عم بتحاول تتقرب منه بس هالشي ما رح يزير ابدا ماشي لك اهدوا شوي اهدوا يا حوض الله بعرف انه ما رح يكون سهل بس انا رح ابزل جهدي وانتو كمان اعملوا هيك هاي نصيحتي الكم منو كمان كيف بدي يقلكن انو يكون الانسان تحت سقف بيت ابوه غريب يعني الواحد بيرتاح بس بتعرفوا والله حبيتكم كتير رح نتفق كتير ولا من وين جبتها لهي بدنا نتفق من وين جبتها هاي ما عم بفهم لك قوم اندفاس نعم قوم هدول مغسوليني منيح ما مغسوليني منيح غزلتلك ياهم بالمبيد يلي انت بتحبه انا ما عد قدر اتحمل اكتر من هيك بعد ومن وشي استني اختي وانا كمان بدي ايجي معاك لك حاجة تمد ايديك ورجليك انت عم تدرسي؟ ايه عم ادرس؟ وعم حضرلك بلوة خاصة فيك وما في داعي للضحك كمان لما تنزل تحت طفل الشموع كلها ولا تحرق هذا البيت بعيد رجلك بعيد نعمل هنا يا اخي والله المكان حلو عن جد مكان حلو كتير زوء حلو هالولاد انت ما بتستحيع حالك حتى تزعلي البنت الصغيرة؟ نحنا ما اتفق انا هيك سيماي خانوم انتو رح تاخدوا الطفلة على اخر الدنيا انا ما بتحمل غيابة عني اكيد ما رح اخدك انت كمان يعني رح نبقى كم سنة ونرجع ورح تاخدي راد بك وديري هاي المزرعة مع حيدر شو بدك لسه؟ ماني عم افهم عن جد ما عم افهم يعني لا انا ما بتحمل غيابة عني وكمان هي رح تشتقلي انت عم تدوري على هم لحتى تقعد يتبكي عليه اخدتي مصاري الدنيا من سنين قعدة بمزرعة حلوة كتير عايشين مرتاحين على الاخر شو بدك لسه اكتر؟ هاي البنت صارت بنتنا لازم تقبلي هالشي بقى وقالا رح تفوتي بمشكلة كبيرة عن جد انتي ولا انا؟ برأيي انتي كمان تفكر بهالشي تخالتي؟ عنا مشكلة كبيرة كتير لازم حذر كمال بشي طريقة بس كيف بدي اعمل هالشي بدون ما يفهمني غلط بصراحة ما عندي فكرة اخي والله رح تصير مشكلة كبيرة فكر انه انتي مبلش تطلع مع بنت عن جديد وفجأة بيجي حبيبة السابق هالشي عن جد ما بيتصدق ايه اخي بس لازم الشاب يعرف هاي البنت عم تعمل كلش وهي حاسبته منيح اهان وانفكر انه الكل هي بلان كمان والله انزعجت كتير شو هالخبس هاد يا اخي؟ الكل مجاهزين حال حواليه حتى ياجمه هي العيلة لنقول انه فهمنا على امي بس هاي البنت شو عم يصير معها؟ طوبة انجاز امك أساساً اخي يعني مبين انه هي المرشدة تبعه يعني شي طبيعي تبلش تشتغل مثله بعد فترة انا لازم نظم حياتي بعد هاللقه هان صار لازم نبلش بالفيلم مو معقول انشغل بقصص صخيفة ورح نتزوج انا وسحر كمان وبدنا نجيب خمس اولاد وننتج افلام ايه وسحر عنده خبر بخططك هاي؟ لا بس يمكن فهمت علي انه بدي امسك ايده ايه وعمرك كبير كتير هاي المرة ما رح تقدر تطلع من السجن وانت عايش قديش انحكم عليك بتهمة الجريمة؟ واو بابا وانت كمان بتفيق بكير ليك هاي نقطة مشتركة تانية بيناتنا تعال ابني تعالى نحكي شوي ايه بصير نحكي ليش لا اهلا وصلا يا اولاد بدي عرفك هادا تورسون وميتين وانتو كمان بتعرفوا لابني هاكان اهلا وسهلا ما شاء الله يا معلمي ابنك متلك كمان كتير طويل ما شاء الله ايه كان ممثل معلم مو هيك؟ ايه تسلم اخي بس ما رح تطلبوا متصور سيلفي هلا مو لانه بتعرفوا عرقتي كتير بعد ما ركضت المرة الجاي متصور خوض حط هذا على جسمك بما انك عرقان هلا بتبرد ابني ايه قديش هاي الشغلة بتفرح عن جد انه تجتمعوا بعد سنين ميتين اعمل لي فنجانين قهوة طيبين يلا حاضر المعلم رح حضرهم فورا تعال لهنا كان تعال ايجيت شو مين مفكر حاله منيح ما طلبنا نتصور معه ليك شوفت الحال ابو شعر منكوش مين بيعرفوا لهذا ما حدا ما رح يجيب ع بيتنا غير الحظ الأسود اخي هاد الشاب من العيلي لازم تتصرف معه بطريقة منيحة وليك هو ابن المعلم شو بدنا نعمل في شي منقدر نعمله في متين فيه فيه شغلات منقدر نعمله هاد الشاب ما بيقدر يبقى هون اكتر اجه لحتى يدمر بيتنا شايف هشي بعيونه انا ايه بابا شو؟ ايه اسمع ابني ايه متل ما بتعرف ما قدرنا نبلش معك بطريقة منيحة الموضوع ما نسهل ابدا على اخوتك والله انت ادرا انا كنت عم اعطيكم فرصة حتى تكسبوني يعني لا تروحوا من ايديكم بتمنى ايه فهمت اسمع ابني بما انك بدك يعني يكون ابوك معناها بدك تدير بالك على حكة كتير منيح انا ما بحب ابدا اللي بيشوف حاله وبيعمل حاله محترم مثلا فيك تقعد قدامي بهي الطريقة وتمدرج ليك ويوصلوا لعند انفي ما في مشكلة بس اذا قللت احترام بتصرفاتك وقتها ما رح تحمل هاد الشي منشان هيك بدك تنتبه على حالك منشان نفهم على بعضنا كتير منيح ابني مثلا بحديقة المطعم في خضرة اللي بيستخدمها بصل اخضر خاس بقدوني الزعتر هلا من وقت للتاني انا عند الضرورة بيحكي معه بصوت واطي بيعتبره انسان مثلي اما فما بالك الانسان كيف لازم يحكي مع الانسان وخصوصي اذا كان هذا الشخص ابوه فلازم تفهم كتير كلامي منيح منشان ما تقلل احترامك يا ابني وبتمنى تكون عم تفهم هذا الكلام كتير منيح يا هاكان وتكون منيح مع الكلبي هذا البيت ان شاء الله فهمت طبعا طبعا يعني انا اخدت تعليمات الصوت اه؟ اخدت تعليمات الصوت يعني خلاص فهمت انه صوتي هيك انتوا فهمتوني غلط يا ابي انا ما عمعلي صوتي كنت بدي يقول الصبر مفتاح الفرج بس كيف؟ ما فيش يبني اه ولك اخي انت جنت لك شو عم تعمل؟ لك هذا الشاب ما لازم يعيش ميتين ليك معلمي كيف صاير مثل الميت من ايام بسببه شو بدك تصير قاتل انت؟ فقدت عقلك شي؟ بس انا بدي اخد القهوة ما بيصير اخي ليك حالتك كيف انت معصب ميتين لا تبالغ انا رح اخد القهوة وخلصنا اش ما سألتك عن امك ابداً كيف صحتها سلمة؟ هلا خطر على بالك تسأل عن حالة امي؟ ليك ما بيحقلك حتى تلفظ اسم امي على تمك؟ ومافيك تسأل عن صحة امي انا بتعلمي بسرعة لهيك رح احكي معك بصوت واطي ما فيك تلفظ اسم امي على تمك يا بابا اوه ما ؟ احترقت؟ 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 احترقت تمه شي على وشي؟ لا لا ما فيش شي على وشي ابني انت عرقت لي وشي وانا بجيب مصاري препار في الوشي يا الله يا الله رح ارفع دعوه عليك انا برجيك يابني شو عملت انت؟ ازحطت رجلك؟ ما اخترق وجهك حاجة بالك شو؟ شو يعني ما اجي على وشي؟ عم تقولي اني كذاب؟ لا لا ما اعملوا لشي خلص طولوا بالكون يا شباب ما بيصير هيك اهده شوي انت ويا طولوا بالكون اهده ليش لنهرب ابني؟ تورسون اتركه ابني تورسون اتركه وعمل لك اه؟ كسر لي اسمعي وحرق لي وشي ما احترق شي ابني رح ارفع دعو ضدك وبدك تدفع تعودات لك انا بجيب المصاري من وشي لك يا ابني لك انت شو عملت يا ابني؟ شو جنيت لتقولي اللي صار بالغلط وليش اتهجمت عليه؟ شو يعني انك عم تتهجم عليه؟ ها كان؟ فوت يلا فوت اه شو عمي؟ اسمعي اسمعي كسب لي اسمعي تصلوا بالاسعاف تصلوا بالجراحين خليوا يتجهزوا شو صار؟ شو صار يرتحت مصطفى؟ ما صار شي يا انجي ما صار شي قلت لنشرب فنجانة انا وهاكان تفركش تورسون وكبل قهوي عليه تخانق هو ويا قام تورسون كسر له اسمعته شو ساوي؟ تحرق لي وشي لا ما فيه شي وشاك عطولي تلج عطوني اخوض خوض لا تخاف على حالك ما رح يصر لك شي متل الارد شيرين تنجيبي له لزق الجرح من جوا اللي بغرفتنا يلا انيك بسرعة ولسه هذا الاسمع لازم يقطعه سكوت انت شو عم تقول انت؟ يعني لو شادت شوي اه يا ابني المزوحي يا ريس بسكوت شوي عطيني هاتي يشوف اي واحد منهم ايه هون يشدون منيح بدي يشد؟ بس عم يقولوا انه واجعينه عم يوجعوك ابني عم يوجع عني ايه هلا شوي وبيبطل يوجعك عطوه مي ليشرب يا بنتي يا شيرين عطيه مي قديشك خويف انت يا ابني وشي وشي ما في شي على وشك ما في شي جيبولو مي خليه يشرب يلا سكتوا خلصنا تمام انت كمل لحالك انا طالع لبرة شوي اهتمي انتي بالمطعم تحت انتبه على حالك قديشك خويف ملوق لوين رايح اللق كمان يا ترا مصطفى مصطفى حركلا بقى الامير الظلمات مصطفى كوزقون ترك كل شي وراح وانتي شو بيعنيلك شو بيعمل زوجك يا خالتي انجي شفتيلي هالمرة كيف بتحب عمية طلعي اذا بتقولي خالة انجي رحقتلك والله انت حمدي ربك انه ما معي وقت حتى انشغل فيك اتي عندي جغلات اهم حيواني كديشكن عها الحنونة يا شيرين اي نحنا كتير حنايين على بعض اه Body struggled انت غبي شئ هاة عم تعمل هيك عن قصد واضح الش banned هذا الزلم عم يحاول يقتلني انا عن جد ما ليبقى من هون رح ماناوة على مكان امن رحها كان رح عامل ما نتعلق فيك روح لأنه بجوز نتعلق فيك أكتر من هي امشي امشي خلينا نروح نتركن انتو أخوات على بعضكن رح اترككن لحالكن هلأ وإذا ما شغلتوا رح اجبلكون شو كلهم معي موشي اه 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 اتطلعوا فيني لا تروحي لا تتركني ما في مجال قال الأخي ورجيني اصطعق شو بيو رجعت فتت بالبوت مرة تانية ابني ما فيك تفوت عالبيت بهذا البوت اه تركني ام اقول لك ما فيك تفوت بهذا البوت فهام الحكي يلا شلع خلصني لو ما كان عندي شغل كنت ورجيتك شو رح اعمل فيك يا وصل انا بورجيك ليك شو عم يعملوا بالممثل الكبير المحترم دمرت حياتي المهنية كلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما فيك ليك نعم شوفك لا تخليني عصب عليك اكتر من هيك الله لا يعطيك العافية ماشي لساتك عم تطلع فيني حقير حقير صباح الخير صباح النور كمال موجود شي؟ كمال؟ لا الشيف ما اجه اسه فيني انت رجوه طيب؟ طبعا طبعا تفضل اساسا رح تبلش الخدمة بعد عشر دقايق سلام بعضو اصبعي عم يوجعني كتير بس عندي عقد قيمته مليون دولار لازم روح على التصوير بشوف كلمة سمعناها اه وغير هيك متل ما بتعرفي انا ما باكل لحمة عندي حساسية عندي اياها من زمان حتى ليكي بس اللحمة بتسوق حالتي كتير بتصيبني حكة حكة كتير ليكي والله ابني بدك تاكل كل ياللي بنحط قدامك يا ترى انت اكلتش مرة عصاية من اما يعني امي ما ضربتني بحياتها بس متل ما بتعرفي انت بالنهاية امي مرت ابي ولما يكون الموضوع هيك معناها بتجيب ياللي بدك تاكله معك ابني تمام؟ غير هيك بعيلتنا الكل بساهم بميزانية العيلة قديش بتقبض انت بالشهر؟ اه اه والله هالشي كتير خاص انا بشوفك المساة انجي دخيلك يا ربي تضر بي ولا تحبي يا ربي احيانا انا بعصب على هذا الصبي واحيانا ما بدر اسغفين يعني هو قابل تقريبا ان شاء الله يكون خير صباح الخير صباح النور شايف بوراق اهلين وسهلين اهلين فيك كمال خير شو عم تعمل بهالوقت؟ كان في شي بدي احكيه معك وهلأ قلت لاجي بكير على المحل قبل ما تبلش العالم تجي وينعجي اه سوات اعطيني قهوة الي كمان اه عم اسمعك الموضوع في قلة زوق شوي بعرف هالشي بس معه هيك بدي احكيه معك تفضل معالمي صحة وعافية شكرا يسلموا على حسب ما انا سمعت انت عم تطلع مع توبة انا ما خصني ولا بدي اتدخل بحياتك الخاصة واساسا توبة ما بتهمني كمان بدي اقلك هالشي بس الاهتمام بلش فيه بهاد الوقت حسيت مثل كأنه مخطط له شوي يعني لما فكر بي الي اشنا انا وياها وقت اللي انفصلنا انت شو مشكلتك؟ انا ما فهمت عليك حكيلي بوضوح اكتر يعني انت بدك ترافق توبة واختي بنفس الوقت؟ انا اجيت لهون لحتى نبهك مثل العالم فلا تقلي الاحترام معي البنت من يومين كانت بتموت من حب ايلي وكانت عم تنهار قدام بابي وكانت عم تبكي وهلأ اجت عم تهتم فيه كاد الشي طبيعي برأيك؟ عنجت هالشي مقنع بالنسبة اليك؟ وانت شو دخلك؟ قللي انت شو دخلك؟ انا ما عم بفهم عليك احكيلي بوضوح اكتر شو في براسك؟ شو بدك انت؟ شو اليك علاقة؟ بعدك عم تفكر بحبيبتك القديمة؟ تمام طيب انا رح اسألك هلأ شغلي ليش عم تحوم حوالين اختي؟ ليك انت عم تتمادى طلع كمال انا اجيت لهم بنيتي المنيحة انت مهم بالنسبة الي لانك اخو ولا سحر والشخص ياللي رح يتقذب هاي القصة هو انت وانا بدي ياك تنتبه لهالشي بس واضح انك فتت بالمصيبة تبعتوبة من زمان حتى ومانك حابب تفهم شو العواقل مين انت؟ قللي مين انت؟ اجيت لتعطيني النصيحة؟ خير شوفي؟ انت بعدك عم تفكر بهاي البنت انا تروحوا حل مشكلتك معا كمال؟ استني شوي كمال اصحا حالك ما عم تشوف انه هاي البنت عم تشتغل فيكون؟ شو دا خلكون؟ شو انا ولد صغير وانتوا جايين تفتحوا لعيونه؟ شو بكون؟ ليش؟ ليش هاد الموضوع صار مشكلة عند الكلة انا مام بفا خلاص تمام بانو تركي يعمل يلي بده يا كرمال الله هاي حياته هو واساسا بيستاهل كل يلي بده يجي على راسه ولما تجي هاي البنت بعد يومين وتبكي قدام بابي انا باتصل فيكو بتجي بتواسية ماشي؟ شو دخلك؟ تمام شايف مين انت حفلك؟ طلع من هون يلا كمال؟ ما بتيشوف فشتك هون ابدا طيب كمال؟ ما بتيشوف لبي لحقا يلي عملك رجال واجاي يحكي معاك واحد غبي لك شو دخلك انت فاهمني شو دخلك؟ بتي اتلك ما بيك تتخل بشكله اهدم علي تمام شايف؟ لا تتتخل صوت لا تتتخل كمال انت فات؟ تعالك على الاخر منتبه لهالشي؟ انا ولا انتو؟ الحق على مين؟ الحق على مين؟ انت ليش عم تخرب الدنيا؟ ليش لا تروحي تخبري؟ ليش لا تروحي تشتكيله على توبة؟ شو انا ما بيقدر خبره؟ اه؟ انا شاب بهذا العمر ما حدا بيحق له يحكي معي بهذا الموضوع اساسا ما عجبتني هالمخلوقه من وقت ما اجهت وليك زبطت معه علقت الكلب بعد لا تصر علي ما رح اشتغل مع هذا الشاب انا مستحيل اشتغل معها كان هو المشكلة بحد ذاته هو كل المشكلة حتى لك هذا الشاب اساسا عنده شي براسه خلص تمام هلأ منلاقي شي اساسا ليكو جاي هلأ مندبر الموضوع استني شوي بس مراد بيك كمان شيرين هون يلا خلينا نروح على موقع التصوير شيرين ما رح تشتغل معك بعد هلأ ها كان بيك رح نلاقي لك مساعدة تانية غيره عنجد؟ شو السبب؟ السبب اه انه شغلة بالقنابي مجالات مختلفة رح يكون مفيد الى من هاي الناحية المحسن هيك لكان يلا سا ما بنا نقميلم هاي الحياة آه بس laissez comp 1970 والله بحرق العقد ولا بجي على موقع التصوير ليكون معكن خبر يا أمي شيرين أول حدا شيرين شيرين لكي نحن سنبدأ المسلسل برأس سنة وإذا كان هذا الغبيه كان ترك الشغل هلأ فالقناة رح تقلعنا كلنا هلأ وفوق كل هات بروحها كان بيرفع دعوة على القناة وغير هيك ما فينا نصور كل المشاهد مع واحد جديد شيرين لكننا لا نستطيع أن نعمل مع اللي نحبه بس يعني بس نحن مجبورين مثل ما نك شايفة يعني إذا أنت هلأ تركت الشغل مع هذا الشاب شو اللي رح تستفيدي؟ أنا وأنتي وموراد كل ياتنا رح نتقلع من الشغل مظبوط شيرين لو سمحتي ساري شويل هالشاب ما حدا ممكن يعرفه أفضل منك مو؟ حلي أنت الموضوع لكن أنا بوعدك وأتبلش عرض المسلسل رح لأي لك هذا خلص تمام رح فكر شوي رح شم هوا شمي هوا لنشوف فكري منيها تمام بالحقيقة أنا بعرف طريقة لأقنعها بس استني لنشوف لازم نحكي مع مدير الدراما وأنتي حاولي تأخذي هاكان على موقع التصوير وأنا اللي جرب أحكي مع شيرين مهم تمام هاكان بيك خلينا نروح على موقع التصوير إذا بتحب ومنقنع شيرين وهي بتجي معنا فورا يلا قلي شو رأيك بها الحكي لا أنا ما قطنعت يعني لا تحاولوا تقنعيني قبل ما تقنعي شيرين لأنه ما رح تجي بمساقة شيرين، عندي أخبار إليك أنت ما عاد من الدربة، صرتي من طاقم العمل محلا، إيه مراد؟ عن جدا عم تحكي؟ إيه، أنا هلا قبل شوي كتعم أحكي مع مدير دراما وفريقك جاهز بس إذا أنت ما عملتيا اللي بنقلك ياه فما رح يوافق على هاد الشي وما بيستاهل إنك تقسري شغليك كرمال هاكان إمرا مو؟ لا استنى، يعني عن جدا صار عندي فريق؟ إيه؟ شكرا كتير إلك إنت ما في منك مراد إسلام و... تمام، تمام، تمام تمام، لكن أنا رح روح وأخذ هاكان لأنه تأخرنا عليه هون كتير خلينا نحتفل بهالشي بعد ما نخلص المساء شو رأيك؟ يعني، بنأكل شي يا حسابي تمام، رح نحتفل أكيد كتير حلو الخبر أنا رايح معناه هاد عالي معي يلا، ماشي على مهلك شيرين هاي المرة أكيد فهم كمان معناك معقولة كيف بتقولي عنه كتير حلو أكيد فهم هالمرة أنك بتحبيه شو بدي أعمل هلا؟ مامي سير هيك شو لازم أعمل؟ معناته لازم اتصرفه كأنه عندي حبيب برافو عليكي شيرين تفضل خلينا نروح هاكان بيك أساساً تأخرنا كتير شكراً شيرين ما كنا عارفانين أنك بتحب شيرين له الدرجة هاكان بيك وأنا ما كنت معرفة بالمناسبة شيرين عندك شي اختيار خاص لوين بتحبي نروح؟ رح أترك الخيار لألك تمام لوين رايحين؟ وأنت شو دخلك هلا؟ ضموني لفريق الشغل وبدنا نحتفل بهالشي بدي طالية مساعدتك على العشا بس ما عندك ما أنا حضرتك مو؟ لا يا روحي أنا ببعث لك الموقع ومنلتقي هناك المساعة الساعة 8 بيكون حلو كتير اتفقنا اتفقنا بشوفك بشوفك حكام بك بشوفك تمام خلينا نروح أساساً تأخرنا شكرا موسيقى اشتركوا في القناة